وسعيدة بشبابك واهتمامك كده بنفسك وحاجة جميلة شكورك بيتك عمل ازاي؟ يعني احنا دايما بنسمع انت شخص يعني هادئ الملامح عمرنا ما سمعنا قصص عن أشرف عبدالغفور ويظل بيتك ايضا يعني مقفول على فيما عادة ريهام لان هي ممثلة بنعرف طبعا اخبار ريهام لكن البيت طبيعته هدية انت أصدت ده من البداية؟ هو انا من البداية يعني قليته على نفسي واثرت بان انا افصل فصل كامل بين حياتي الفنية وحياتي الاجتماعية تمام بمعنى بان انا ما دخلتش الاثنين فبعض والمزج اللي احيانا بيحصل ده بين الحياة الاجتماعية والحياة الفنية احيانا بتكون يعني مثالبه ومسوقه اكتر بكتير من ايجابياته مضبوط فانا يعني فبيت مصري هادي عادي جدا يعني خالص يعني ملوش دعوة بالحياة الفنية الا في بعض المناقشات دلوقتي حتى لما ريهام دخلت في المجال الفني فبرضو ما كانش فيه فرصة كبيرة انها تعيش معايا وهي فنانة ايوه لانها جوزت بسرعة جدا برضو ايوه اول مداخلت المجال الفني جوزت ايوه فرح سايب البيت طبعا فانا ما عصرتهاش في حياة اجتماعية فنية فنيا وهي عيشة معايا الا لما بنتقابل بقى ونتبادل الحديث التليفونات المقابلات كده طب قولي بصراحة كنت قلقان عليها في البداية جدا قلقك كالفين اقول لي حضرتك من النجاح ولا من الشغرة لا انا هقول لي حضرتك حاجة حتى من قبل انا قلت يعني ريهام هي الاخت الصغرى ولها اخ تامر وريم تامر وريم تقول تري الاتنين درسوا في المعهد الاتنين درسوا وما حدش فيهم اشتغل في الفن الا ريهام لكن انا بتكلم على مرحلة الطفولة يعني شوفي خوفي من امتى تامر وريم جالهم عروض وهم اطفال انهم يشتغلوا في برامج الاطفال كتير جدا قبلهم يعني بيطلبوهم اكتر مني ايو وانا امتنعت تماما عن انهم يشتغلوا علشان انا كنت بشتغل في هذه المهنة وعارف مسئولياتها والوقت على افساد طفولتهم بهذه المسئولية ومنعت تماما انهم يشتغلوا في برامج الاطفال فهذا الخوف عندي من مشاق هذه المهنة اللي انا عارفها طبعا امتد لغاية لما ريهام وهي في منتصف المرحلة الدراسية في التجارة انجليش اعلنت وافصحت انها عايزت شغل في التمثيل فكنت اولا متخوف جدا عليها من مشاق هذه المهنة وثانيا خفت انها تجمع بين المهنة والدراسة ما تنجحش في الاتنين ممكن جدا فشدت معها شوية لغاية اما قربت على الباكالوريوس وخدت الباكالوريوس والحمد لله وانطلقت بقى براحتها فانا طبعا مشفق عليها وخاصة بان ريهام مع الشخصية الصلبة برضو احنا بنتعرض في حياتنا طبعا في حياتنا وكلنا يعني لا وخلينا نتفق برضو الناس تبقى عارفة انه العمل الفني او العمل في الفن بشكل عام تحت الاضواء مجهد مجهد بشكل كبير يعني ايوة انت عندك ضغوط كتيرة جدا وانت بتشتغل الناس يعني بتشوف النتيجة النهائية ايوة صح بتشوف الشكل البراق بس خالص ما بتشوفش ايه اللي بيجرى ايه اللي بيحصل طب حضرتك قولي سعيد بنجاحها نجمة كبيرة ريهام عبدالله الحمد لله سعيد بنجاحها جدا وسعيد باختياراتها وسعيد وحقول لحضرتك حاجة انا مش سعيد بنجاحها دلوقتي انا سعيد ببداياتها اه تمام من اول ما ابتدت من اول ما بدأت لانها احنا كنا عندنا في حياتنا ويمكن مازال موجود دلوقتي في مرحلة في حياة الفنان بيقولوا انها اسمى مرحلة الانتشار صحيح انه هو اول ما يظهر يعمل حاجات كتير لازم يشتغل كتير علشان الناس يشوفه والحقل الفني يشوفه وهو يتعرف على نفسه لكن المرحلة دي خطيرة جدا انها ممكن تؤدي بالسلب ان الواحد يعمل حاجات ضده صح مش لصالح بس ريهام كانت بتعمل حاجات كويسة كلها ريهام من اول خطوة اختار شيرين في مسلسل العائلة والناس ايوه اخراج الاستاذ محمد فاضل ايوه برضو والتأليف المؤلفنا الكبير مجد صابر بعد 3-4 شهر الاستاذ مجد صابر كان بيعمل مسلسل لشركة انتاج قطاع خاص وطلبوا ريهام لقيت ان الدور شبه شيرين بتاع اللي عملته رفضت يعني شيء كان محير انا شخصيا كنت مستغرب من سلوكها ده واستمرت على هذا النهج لا تتكرر لا تغير ادوارها دائمة التغير والتنوع والبحث عن الجديد بتسألك يا استاذ أشرف بتقولك عندي دور كذا ايه رأيك اعمله ما اعملوش بتسألك احيانا لما يبقى فيه مسألة شائكة او محيرة بالنسبة لها بترجعلك فيها ومحتاجة انها ترجعلي فيها